أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل إحنا في صباح الخير يا مصر كنا متابعين مع حضراتكم باستمرار موسم حصاب الأمح في كل المحافظات اللي فيها أمح دلوقتي إحنا في زروة موسم الحصاب كل محافظات معدل التوريد فيها الحمد لله كبير ده طبعا من المزارعين بسبب تبسيط الإجراءات وكمان تقديم حوافز تشجيعية للتوريد خلينا دلوقتي نروح محافظة الفيوم وانتبع مع زميل أحمد الحسيني مراسل طبع الخير يا مصر حجم الأمح اللي تم توريده لحد دلوقتي وانقارنه بالسنة اللي فاتت والعمل كمان اللي بيتم فيه الصوامة الجديدة ومراكز استقبال الموردين يا أحمد صباح الخير عليك صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا جمانة صباح الخير عليكم من أرض الفيوم بنتابع معاكم موسم حصاد الأمح السندي واللي بدأ من شهر إبريل اللي فات وفيه زي ما قلت بالضبط يا محمد فيه كميات كبيرة جدا من إنتاج الأمح هنتعرف عليها بالتفصيل مع ضيوفنا هنا في مركز طامية في محافظة الفيوم وخلينا نبدأ مع ضيفنا المهندس عماد محمود الحداد مدير الإدارة الزراعية بمركز طامية بالفيوم يعني بشمونة عماد أهلا بيك ولو اتكلمنا عن موسم حصاد الأمح هنا ابتدأ إمتى تحديدا ومستمر لغاية إمتى في البداية بسم الله الرحمن الرحيم دعني أولا أشكر حضراتكم والتلفزيون المصري والقناة الأولى والصباح في خارج مصر والسادة المشاهدين ومزرعين طامية والفيوم لو كلمنا عن بداية موسم حصاد الأمح كان إمتى تحديدا ومستمر لغاية إمتى إن شاء الله بدأت محصول حصاد الأمح في الفيوم كان بدأ في 1.4.22 وإن شاء الله مستمر معنا حد 15.5 إن شاء الله أو 20.5 بإذن المساحات المزروعة هنا في مركز طامية لو كلمنا عنها مساحات مزروعة والإنتاجية بتاعة الأمح أيضا وصلت لغاية كام تقريبا السنة الحمد لله رب العالمين محصول مباشر بالخير المزروعة المزروعة السنة في طامية 35.565 فدان إتمان بزيادة عن الموسم اللي فات حوالي 500 فدان الإنتاجية بقى بتاعة الأمح وصلت لكام السنة دي ومقرنة طبعا بالعمل السابق أو سنة اللي فات الحمد لله رب العالمين الظروف الجوية ساعدت كتير في زيادة إنتاج الأمح إن درجة الحرارة المستمرة معنا هي درجة حرارة أقل مناسبة للأمح فالأمح خد رجله في عملية النضج فأثرت على زيادة الإنتاج الحمد لله رب العالمين إحنا كمان عرفنا منك قبل الهوى بشمهندس عماد إن في أصناف مختلفة ليه وأنواع مختلفة ليه الأمح خلانا نتعرف عليها الأصناف والأنواع المختلفة اللي بيتم الزرعيتها هنا في مركز الطامية في الفيوم وإيه الفرق ما بينها كمان هو ده فضل الله وفضل الدكتور ربيع وكل وزارة هو انتهج معنا اسلوب إن احنا نزرع بالسياسة الصنفية فالسياسة الصنفية نحن اخترنا أصناف مقاما للأفات والأمراض والأصداء والأعلى الإنتاجية والمناسبة للطلبة الزراعية في الفيوم وخاصة طامية الزراعين خمس أصناف مصر واحد ومصر اثنين ومصر ثلاثة وسخة خمسة وتسعين وجيزة مية وواحد وسبين دولة من أعلى الإنتاجية المناسبة لأرض طامية ومحافظة الفيوم طيب لو اتعرفنا على طرق حصاد الأمح اللي هو مستمر لغاية منتصف شهر مايو الحالي كلمنا أكتر عن طرق الحصاد زي ما احنا ما شايفين هنا هنا العملية دي برضو بتسمى ايه في طرق الحصاد دي العملية اللي احنا فيها دي الحصاد اليدوي زي ما حددك شايف العمالة والألات الحش اللي معاهم طرق الحصاد عندها اللي بطلق طرق دي أول طريقة اللي احنا فيها للحصاد اليدوي فيه حصادات بالميكنة بتحصد وتربط وفيه كومبين حصاد وتزرية وحصاد وضم وتزرية مراحل بقى الحصاد او بعد يعني بعد المرحلة اللي احنا فيها دي ايه اللي بيحصل بعد كده عايزين اتعرف عليها برضو المشاهدين يتعرفوا عليها من خلالك برضو هنا في مركز طمي بعد ما بتتم الزراعة بيتم عملية الحصاد كده بعد عملية الحصاد بيتنقل يتعمل كومة عشان يتدرس بطريقة الدراسة او الهواية بنفصل الاشع عن التب وبعد كده بنحمل ومنوضي الصوامع اولها الهناجر الحمد لله انت كويس الحمد لله طيب تمام يعني بنشكرك شكرا جزيلا المهندس عماد محمود الحداد زميل طبعا المهندسين الادارة الزراعية ومدير الجمهيات واشكر مزرعين طمية على الاستجابة للتوية اللي تمت على اساس نورد اكبر كمية زي ما انت عارف الظروف اللي حوالينا في جمهورة مصر العربية والظروف العالم ففي توية والحمد لله المزرعين من الثلاثين حوالينا واستعداد جامل للتوريد الحمد لله رب العالمين مهندس عماد الحداد مدير الادارة الزراعية في مركز طمية هنا في محافظ الفيوم بنشكرك شكرا جزيلا ونتوجه يا شازل الضيف اخر نتعرف اكتر على عملية الارشاد الزراعي والرجال هنا في مركز الارشاد الزراعي والادارة الارشاد الزراعي قاموا بدور كبير كمان في توعية المزارعين هنا للحصول على انتاجية جيدة لمحصول الامح السندي هنتعرف على تفاصيل دي من المهندس نصر شعبان مدير الارشاد الزراعي بمركز طمية يعني باش مهندس اهلا بيك صباح الخير في البداية وكلمني الاول عن المقصود بالحقول الارشادية اي هي الحقول الارشادية سعدتك بتبقى بالتعاون مع مركز الارشاد الزراعية ومع الادارة المركزية الارشاد الزراعي دي يد بنختار الحقل الارشادي بيكون على الطريق زي ما حضرتك شايف كده علشان خاطر كل المزارعين وهما معديننا على الطريق بيشوفوا التوصيات اللي بيتم ونختار مزارع ينفذ التوصيات بتاعتنا علشان خاطر ننشر الاصناف الجديدة اللي هي ايه منزلها مركز البحوث الزراعي فيه تعاون كمان ما بين الارشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية وده يمكن تكلل بنجاح فيه يعني محصول جيد السنة دي من الارشادي خلينا نتعرف على ايه هي التعليمات اللي كانت موجودة من مركز البحوث الزراعي بالتعاون طبعا معاكم وازاي تم التنفيذ على الارض الوقت هو احنا بمجرد ما بنختار الحقل الارشادي وبنشوف المزارعين المجورين للحقل الارشادي بينزل أسادزا من مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإدارة للمدرية الزراع بننزل بنبقى مع المزارع بداية من إعداد الأرض للزراع مرورا بعمليات الزراعية المختلفة مقاومة الأفات مقاومة الحشرات مقاومة الحشايش التسميد وبنوصي المزارعين أن احنا ننشر الزراع على خطوط وعلى مصاطب علشان خاطر نبقى مع سياسة الدولة أن احنا نوفر مياه الري فالزراع على خطوط وعلى مصاطب بتوفر كمية كبيرة من مياه الري وبالإضافة لكده بتدي إنتاجية عالية للفدان يعني بنشكرك شكرا جزيلا المهندس نصر شعبان مدير الإرشاد الزراعي بمركز طعمية في محافظة الفيوم زي ما شفنا يا محمد ويا جمانا يعني انتاجية رائعة السنادي الحمد لله من إنتاج الأمح ويمكن كمان التغيرات المناخية كان لها تأثير إيجابي في جودة عالية من إنتاج الأمح السنادي وطبعا بيتم بعد كده توريده للصوامع وزي ما شفنا وبنتابع معاكم من مختلف محافظات الجمهورية الحمد لله في وفرة ومحصول جات جدا من محصول الأمح السنادي بنحمد ربنا عليه وبنرجع لكم تاني زملائي في السوديو محمد شازلي وجمانا وصباح الخير عليكم مرة تانية سباح الخير عليك يا حمد مشكرك طبعا شكرا جزيلا زميل عزيز أحمد الحسيني والشكر موصول لضيفاي كل كريمين